المشاهدين انطلاقا من أهمية التوعية وأثرها في محاصرة تفشي وباء فيروس كورونا قامت الوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة وكل حسب مسؤولياته بإطلاق حملة توعوية في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب المجتمعات البشرية دون تمييز والحديث أكثر حول الحملة التوعوية لتنفيذ الاشتراطات الصحية لمكافحة انتشار فيروس كوفيد 19 نرحب بسمكم بالمهندس ماجد مرزوق المطيري رئيس قسم إزالة المخالفات بلدية مبارك الكبير حياك الله مهندسنا وسعيدين جدا أنكم تكون معنا الله يحييكم وشرف أني أكون معاكم مضيف بروسودي وإن شاء الله أني أفيد السادة المشاهدين بالمعلومات عن طبيعة تعمل لجنة في بلدية كوفيد الساعة مباركة مهندس ماجد وشكرا لك على قبول هذا الدعو في هذا البرنامج بداية نريد أن أتكلم عن هذه الحملة التوعوية لمتابعة تنفيذ الشراطات الصحية لمكافحة هذه الوضع بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا نحن في بلدية الكويت أول ما صار فيه فتح حق المحلات طبعا ممكن بداية شرسة تصار فيه فتح جزئي حق المحلات فإحنا سوينا جولات ميدانية توعوية على المحلات طبعا الهدف من الجولات هذه أنه كان عندنا مثل بوسترات تم تصميم هذه البوسترات من قبل اللجان الصحية التابعة المجلس والوزراء والهدف من هذه البوسترات كان تثقيف أصحاب المحلات وتثقيفهم بالإجراءات المطلوبة منهم عشان يصير فيه التزام وتصير العملية أنهم ما يخالفون فهو إذا ما خالف هنا هذا الشيء الذي نبيه أنه ما يخالف فبالتالي تزيد الإجراءات الوقعية ضد كورونا نعم إذن ننتقل إلى السؤال الآخر شنو إيه الإجراءات أساسا الصحية لمكافحة انتشار الفيروس بالنسبة حق طبيعة اللجنة الإجراءات الصحية يعني كل جهة تكون حسب اختصاصها اختصاصنا إحنا كبلية الكويت كتطبيق إجراءات تكون بعملية تنظيم عملية تزاهم داخل المحل يعني في بعض المحلات مثلا يكون مساحته ألف متر نحن يعني يكون عندنا علم بالعدد الموجودين لازم يكون مثلا كل مترين لازم يكون فيه تباعد بينهم كل يعني كل شخص والثاني فيه ثين متر بينهم وأيضا لازم فيه عملية توفير حق الجهاز الكاشف الحرارة لأن هذا الشيء يعني شيء مهم جدا أنه يعني ممكن أي شخص لغا در الله يكون مصاب بالكورونا ويدخل المحل وبالتالي ينشر هذا الوباء وهذا شيء بالنسبة لنا خط أحمر ومان لضافي يعني تطبيق الاشتراطات الصحية ناخذ فيها جراءات فورية رادعة وأيضا الثالث من عملية الاشتراطات الصحية تكون أيضا حسب الاشتراطات التي حددتها مجلس وزراء مثلا في بعض المحلات في بعض الاجراءات قالت أنها ممنوعة مثل الشيشة هذه ممنوعة فنحن ناخذ جراءات بكل الأشياء المخالفة نعم أنت ذكرت طبيعة عمل اللجنة وأيضا ذكرت أن هناك إجراءات فورية ورادعة شنو هذه إجراءات الفورية ورادعة؟ نحن بداية الحملة طبعا مثل ما قلت لك أخو بيوسف بداية الحملة نحن وعيناهم عشان يعرف الإجراءات الصح ويعرف الإجراءات الغلط وفي بعض الناس يكون توفاتح ما يكون عارف الإجراءات بالضبط فنحن سوينا الحملة التوعوية الهدف منها يعني أن نخلي الناس يعرفون أصحاب المحلات وأيضا المواطنين يعرفون الإجراءات المطلوبة منهم فنحن بعد عملية التوعية وبعد عملية التدقيق في الناس هنا استخدمنا الجولات الرغابية الجولات الرغابية هدفها في حالة وجود مخالفات راح نضطر نستخدم محضر مخالفة وأيضا غلق إداري خصوصا أن هذا الشيء يعني يمس صحة سلامة الجمهور نأخذ فيه غلق إداري فوري أي مخالفة يعني جسيمة تتعلق بالشترات الصحية نأخذ فيها غلق إداري وأيضا إحنا عندنا يعني حق يعني وديك أقول حق السادة المواطنين وأيضا السادة المقيمين إحنا عندنا قروب خاص بالشكاوي على رقم البلدية 2473 7732 هذا رقم الشكاوي الخاص بالبلدية في حالة وجود أي شكوى تتعلق بالشترات الصحية نحن نطلع فورا نأخذ إجراء فوري سواء كانت هذه الشكوى صحيحة أو غير صحيحة وخصوصا أن الرقم الخاص بالشكاوي يعني متابع من قبل قيادات البلدية ومتابع أيضا أن المتابعون فيه الإجراءات شو نصار بالضبط شو نصار على الشكوى هل الشكوى صحيحة وفي حالة الشكوى صحيحة هل تم اتخاذ الإجراء اللازم وفي حالة الشكوى غير صحيحة لازم نرد عليهم بفادة أنه الشيء للإجراء اللي تم بالضبط وأيضا عندنا يعني والله الحمد يعني الإخوان في مركز التواصل الحكومي يعني تساعدونا من بداية الحملة ومتواصلين معنا وقاعد يصممون لنا ببوسترات وأيضا والله الحمد حتى الجهات الأخرى يعني مثل وزارة الإعلام أيضا قاعد يرطي جهود بلدية الكويت اللي من أول الحملة لليوم وهذا شيء يشكرون علي صحيحة نعم شكرا ماذا عن الجهات المشاركة معكم مع هذه اللجنة؟ الجهات التي تشارك معنا إحنا كمحافظة مبارش كبير معنا هيئة الغذاء ومعنا أيضا هيئة القوى العاملة ومعنا أيضا وزارة الداخلية نستعين فيهم وأيضا بشكل أسبوعي معنا الأخوان في وزارة الإعلام نطلع كل جهة تطلع حسب اختصاصها اختصاصات بلدية الكويت تكون تطبيق اشتراطات صحية مثل لبس الكمام هذا رغم واحد وأيضا عملية تنظيم عملية تباعد داخل المحل وأيضا توفير بقياس حرارة وبالنسبة حق الجهات الحكومية الأخرى هيئة الغذاء كل جهة تطلع حسب اختصاصها نعم مهندس ماجد يعني ما شاء الله تبارك الله قبل وصيد ومتذكرت أن الصبح ليل شغالين في هذا المجال هذا يقودني للسؤال خاصتكم بالحملة التوعوية لمتابعة تنفيذ اشتراطات الإجراءات الصحية وهذا يقودني لعملية الثقافة هل هناك في فعلا تطبيق لهذه الاشتراطات أو هناك قلة قليلة يطبقون هذه الاشتراطات والله احنا اللي قاعد نشوفها من خلال جولاتنا المجانية الحمد لله نسبة كبيرة قاعد يلتزمت نسبة عادة نشوف حتى الناس العاديين من خلال جولاتنا مع الموظفين يسأل يقول هذا الشيء ممنوع هذا الشيء ممنوع بالأكس يعني الواحد يخاف على نفسه بنهاية يعني حتى سواء كان مواطن عادي أو أيضا صاحب محل يعني ما أود أن يسير فيه مخالفات فيه ثقافة فيه ثقافة كبيرة الحمد لله يعني مع بداية الحملة كانت النسبة واصلة يعني من شهر ستة كانت النسبة واصلة ستين بالمئة تقريبا حين وصلنا 24-95 ويعني حتى نطلع جولات مع الفرق الميدانية ولله الحمد المخالفات يعني قاد تكون معدومة يعني ما رصدتوا مخالفات أو هل رصدتوا مخالفات يعني قبل شوية ذكرت حضرتك أن في مخالفات تكون جسيمة هل أنتوا صنفتوا أنواع المخالفات نعم نحن أي شيء يتعلق بالاشتراضات الصحية نعتبر مخالفات جسيمة وفعلا يعني النسبة تقريبا كل يوم مخالفة أو بعض المرات مثل شنو هذه المخالفات يعني أسبوع عطاف سوينا غلق يعني حق عدة محلات في بعضها مثلا يعني ما ينظم عملية الدخول إلى المحل وفي بعضها بدون الواحد يدش ويطلع بدون قياس حرارة فأحنا نعطيهم محضر مخالف ونعطيهم إجرافة وغلق يعني ما شاء الله 96% هذه نسبة تطبيق الاشتراضات من شهر 6 حتى هذه اللحظة زيادة هذه النسبة في تنفيذ هذه الاشتراضات الصحية كلمة أخير أحب توجه والله بالنهاية يعني يعني أحب أول شيء يعني يعني أقول حق إخواني للمواطنين الوافدين يعني أي شكوى موجودة في عندكم قروب واتساب خاص بالشكاوي أي شكوى تتعلق بالاشتراضات الصحية هذه يعني شكوى مهمة بالنسبة لنا خصوصا أن هذا الشيء مو بس يتعلق يعني بالشخص نفسه لا يتعلق بالمجتمع كامل فأي شكوى قروب الواتساب موجود وأيضا نتمنى الصحة والسلامة للجميع يعني الأشياء لنبيع أشياء بسيطة كل واحد يعني يسوي تباعد اجتماعي بينه وبين الثاني مترين يلتزم بالكمام يلتزم بالاشتراضات الصحية وإن شاء الله نتمنى السلام للجميع شكرا لك مهندس ماجد مشاهدينك كل الشكر للمهندس ماجد مرزوق المطيري رئيس قسم إزالة المخالفات بلدية مبارك الكبير على مشاركته معنا في برنامج مساء الخير يا كويت فاصل ونرجع خليكم معنا اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة